وفي لقاء خاص مع قناة الإخبارية شدد القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالرياض الدكتور ماهر الطرونة على أهمية زيارة خادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود للأردن مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط المملكتين الشقيقتين تزدان وتزهو على العاصمة عمال باستقبال الضيف الكبير تحتفي وترحب بخادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضيفا كريما عزيزا على مولاي جلدة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة هامة وتاريخية بالنسبة لنا كما تعلمون العلاقات الأردنية السعودية جاء ضاربة بالتاريخ ومتجثرة وعمرها نحتفل هذا العام بالأربعة وثمانين عاما على تأسيس العلاقات حسن الجوار ما بين البلدين بعد وأهمية هذه الزيارة بالنسبة لنا يتأتى من عدة اعتبارات وعدة سياقات سياقات رمزية تتعلق بشخص الضيف العظيم القامة الوطنية الروح القومية العربية الزعيم الإسلامي الذي يزور ويشرف المملكة الأردنية الهاشمية ضيفا على أخيه جلدة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه يحظى سيدي خادم الحرمين الشريفين بترحيب كبير وتحضيرات جارية للزيارة على صعيد شعبي رسمي مؤسساتي زيارة يؤمل ويعلق عليها آمال كبيرة فيما يخص على مستوى العلاقات التنائية وعلى مستوى المشاركة في القمة العربية ترجمة نانسي قنقر